حياكم الله متابعينا ومشاهدينا وحلقة جديدة تجمعنا معكم في برنامج ساعة إلا ورجعنا معكم بعد الفاصل وضيفنا اليوم خريج المعهد العالي للفنوم المسرحية دخل المجال الفني من حوالي عشرين سنة وكانت بدايتها في مجال الإخراج وبعدها تجه لتمثيل وأثبت وجوده بين ممثلين الجيل اليديد بالإضافة إلى حصوله لمنصب رئيس مجلس إدارة مسرح الخليج العربي بسمكم مشاهدينا رحب بالفنان ميثم بدر مساء الخير ميثم مساء النور ومشكورين على الاستضافة نحن سعيدين جدا كنتم موجودة معنا اليوم وقلنا في البداية إدارة المسرح رئيس مجلس إدارة مسرح الخليج العربي إدارة ومسؤولية وتمثيل شون قادر توفق ما بينهم؟ والله فيها صعوبات لكن ترتيب الوقت وهذا يساعد أن الواحد يقدر ينجز في التمثيل وينجز في الإدارة الإدارة من 2008 تقريبا؟ 2008 كنت نبقى أوش يمين صندوق بعدين في 2014 الحمد لله كسبت ثقة أعضاء الجمعية العمومية وصوت رئيس مجلس إدارة مسرح الخليج نظر نرجع مرتان التوفيق كان ترتيب متعبة لأن تمثيل لها أجواءها الخاصة والإدارة لها أجواءها الخاصة الإدارة يعني حتى في القرار من القرار يمكنك أنت دائما تفكر وعتقد التمثيل يمكن لها مشاعر وحاسيس وأنت أين من هذه الأمرين؟ أنا أقرب لقلبي التمثيل لأن هذا الدخول الأساسي له يعني دخول المأهد وبداية يعني اشتغلت مساعد مخرج ويعني عندي اجتهادات في التمثيل في مسلسلات وبرامج لكن سبحان الله بعدين مدشيت المسرح كنتمثل بشدي يعني صارت فكرة أننا ندش في دارة المسرح وسبحان الله توفقنا الحمد لله رب العالمين وستمرنا فيه حلو المسلسل الواحد يأخذ تقريبا تصوير شهر وممكن ساعات أكثر من شهر وساعات على حسب الأوردارات ممكن يومي ممكن شبه يومي هذا المواضيع يعني أو هذا الوقت ما يستنزف من طاقة الفنان أكيد أكيد يعني حتى قبل التصوير يبيل التحضير العمل نفسه الفنان يدخل أكثر من لوكيشن يعني بأكثر من مسلسل صحيح صحيح فيبيل التحضير والتحضير هذا يأخذ وقت أكيد والواحد يكون مجهد بس مسرح خليج الحمد لله احنا إدارة يعني هما خمسة من مجلس الإدارة عندنا أمين السر وأمين الصندوق اللجنة الثقافية ولجنة العلاقات العامة تعاوننا مع بعض نقدر ندير الفرقة بشكل صحيح وبالنسبة للتصوير يعني متعب بس أنا إذا صار عندي تصوير يعني يبتعد شوية عن الفرقة فترة شهر إلى شهر إلا ما بصراحة ما أقدر شفت يعني فيه شي ما يأخذ حقه بالنهاية بس لا إنه مسرح الخليج فيه إدارة الإدارة هي تقوم يعني أمين السر يقوم فيه أعمال الرئيس إذا كان غاية بفترة يعني فإحنا بس قبل الله الحمد لله نخطط ونحضر حق موسم كامل فهذا شوية اللي نسوي البلانس يعني معتد يعني أنت مو من مركزي لا 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 ولو مركزي شامل زمان مش يقول من الإدارة يعني يعني مو مثلا إنه لازم كل شي أنا أشوفه وعرفه وسوي لا يعني بصراحة لا أنا تعلمت من الكبارة كنت أنا مين صندوق برئاسة استاذي الله رحمه محمد رشود علمني هذا الشي إنه مو مركزية كان يعطيني الثقة يعني كنت شوي مو ما يشتغل وائد دراما فتعلمت هذا الشي يعني صرت رئيسي الحين الإدارة اللي وياي قمت أعطيهم الثقة والحمد لله يعني في بعض الأمور يعني اضطر أن يصير نقاشات تناقشوا إياهم حتى لو بالتليفون أحضر مرات المسرح لو على قلتهم ساعتين ثلاث تمشي الأمور بالحسب الترتيب بعدا الحمد لله احنا فيه التفاهم وفيه كيميا بينها كإدارة فهذا الشي يخلي المسلح حلو على طار الكيميا شكثر مهمة الكيميا بين طاقم العمل وايد بالنحل بتمثيل المسلسلات وايد أكيد يعني أهم شيء الكالوس كالوس المسلسلات هذا وايد مهم يعني يعطي انطباع سبحان الله الجمهور شنو السر الأهمية الأهمية الأريحية يعني أنا ما ديش مثل بمثل مشهد مع شخص سبحان الله تكون فيه وايد أمور مكسرة من الكواليس يعني أنا عرف طبع وعرف طريقته وفيه احترام وفيه تقدير بس ما يثم ساعات الفنانين يفرضون عليكم صحيح فهني في حال شرح تسوي إذا كان يعني ممثل زين حتى إذا كان إنسان هذا عاد يعني وين الكيميا بالله يعني وين الكيميا يعني كل واحد يشي النفسه بالدور يعني أنت تحاول أنت كشخص كفنان تحاول أنت تكون كثير ما تتكون وايد زين وأنت تحاول تصنع هذه الكيميا تحاول تسوي هذا الجو زين الجميل وبعدين يعني خاصة في فترة أخيرة أغلب المنتجين يحاولون خاصة لإنفصار المنتجين شباط يحاولون أصلا يصنعون هذه الكيميا بين الكواليس حتى اختيارات الفنانين صار اختيارة قروبات صار قروبات قروبات شي صحي ومو صحي يعني صحي في استمارية الفنانين لكنه ليس صحي يحق الشخص يعني يعني كل فنان يتطور يأخذ فرصته يقود عمل كامل صح فالقروب لا يجعله يقود عمل كامل فأغلب القروبات أصلا ما تستمر هي صحية في البدايات يمكن في أربع خمس سنين لكن في الاستمرارية ممكن في واحد حتى مشاهدة ترى يمل صح أكيد يمل إذا بعد حتى إذا ما كانوا حريصين الفنانين وحتى الجهة المنتجة في اختيار العمل واختيار النص والتبديل الأدوار يعني ما يسرد نفس الأدوار يأخذونها في سنتين ثلاثة قروب ناس أكيد بكمل لكن إذا في تغيير في الأدوار والممثل يغير من طريقته في كل دور يعطي حقه شوية الناس تتقبل يعني وأنا ليه تجارب يعني من قروبات يعني أكثر قروب أشتغلت ليا الحمد لله يعني أنا وائد مرتاح له أختي هي عبد السلام وخوي فؤاد علي صالي تقريبا نحن أربع خمس سنين وياه مستمر لكن كل سنة دوري مختلف عن دور السابق في السنة الطاقة تنوع في الأدوار تنوع في الأدوار طبعا فهذا شيء يجعل الناس تتجددوا يعني صح مسلسل مجاريح كواليس هذا المسلسل نبي نتكلم شوي عن أجواء وخصوصا يعني التعاون مع الفنانين الكبار يكون شوي فيه رهبة يعني بس مع الفنان القدير أم طلال أحس أن كنت أسرة وحدة أكيد أكيد قيادة الأستاذة الله يحفظهم طلال أسرة وحدة حقيقة يعني أجواء الكواليس وائد حلوة مريحة التحضير للعمل قبل أن ديش التصوير يعني الله يحفظها أستاذة سعاد تخلق جو قبل العمل قبل أن ديش التصوير حتى في بروفات الطاول اللي كنت نسويها تخلص الدش بريحية تكون فاهم حتى الممثل الجدام تكون فاهم حتى سامع صوت المثل اللي راح تمثل إياه في المشاهدة عن دور إختي مثلا والدور أمي والدور مثلا اللي دويته وياي في العمل في أرياحية فهذا يصنع أكيد المنتج وأستاذة سعاد يعني ما شاء الله يعني ما يحتاج خبرة وهذا وقيادة وتاريخ فأحمد الله احنا في العمل كواليسة وايد جميلة وايد حلوة وإن شاء الله يا رب يعني يكون من الأعمال المميزة بإذن فرحمن السوشال ميديا يعني بوابة لهم علشان تنعرض عليهم العمل يعني هو مفتاح يعني احنا ما نقدر بعد يعني أدات أدات طريقة أكيد أكيد مفتاح في ناس وائد تبروزت في السوشال ميديا وقضوها في التمثيل يعني مو غلط يعني بالعكس يعني السوشال ميديا شيء صحي حاليا قلتم جهة إعلامية يديدة صالها فترة 15 إلى 20 سنة بالعكس يعني الواحد يتمرس لكن أمن للسوشال ميديا يبي لها نزاج ويبي لها يعني حتى انطلاق في الكلام لا طريقة في الكلام لا طريقة في التصوير ايه صح بس يعني شوف بقول لك شغلة مثلا في ناس تصور صورتين وتنزل فيديوين اشتهروا في حين في ناس يتعبون على ما يصلون حق هذه الشهرة ويطلعون ويصورون معهم الناس يعني يكونون مشهورين من السوشال ميديا صحي بس في ناس لا يتعبون على ما يصلون للشهرة هذه انتو كفنانين ما ضايقكم هذا الموضوع لا والله الواحد اذا عنده ثقة بالله وثقة بنفسه وعنده هدف وطموح ما يتأثر بهذا الشي يعني هو مكتوب لتشذي يعني هو انه يتعب انه يشهر بسهولة وثاني يشهر بسهولة بس انه بس انه الشهرة هذه بالسهولة السهولة السهولة هل هي استمراريتها هل هي عبر الصورتين والفيديو هل هي بفله استمرارية يعني شن استمراريتك يعني تغيرت البرامج الحالية الموجودة مثل ما كان في برامج قبل والحن تطور اطلعت برامج جديدة وينكبع ثلاثة اربعة سنة تطلع برامج جديدة يطلعون الناس ثانية بس هذا ما يعطي عمر يعني الفن عمر وتاريخ وغضفة السوشيال ميديا ما يعطي هذا التاريخ وهاب العمر يعطي حضور حالي يعني يكون متواجد حاليا ممكن ينجح فترتها لكن اذا تغيرت البرامج اطلعت برامج ما ندري شونه يطلع جدام ممكن يتغيرون حتى الاشخاص اللي كانوا مشهورين قبل السوشيال ميديا ما لها التاريخ يعني تختلف على حسب البرامج اللي تنزل لكن فن ما يختلف منها ايام اليونانيات والليوم مش نفس الشي فهذا الاهم انا بالنسبالي وينك عن الدراما الاذاعية لي اجتهادات يعني طوما قبل فترة كنا نسجل في برنامج الثاني بالاذاعة يعني انا اشكر صراحة وكيل الاذاعة الدكتور يوسف اسريع بصراحة يعني مع استاذة فريدة دهراب نادونا بصراحة مسلسلات اذاعية واشتغلنا والله وياهم والحمد الله حلو حلو ممتع تجربة انا جربت قبل سنة 2008 في الدراما لتجارب بسيطة في السلسلات العريقة نافذة على التاريخ و الثاني اخبار جهينا اعتقد اعمال يشتغلنا فيها كانت خفيفة كانت ممتعة لها حس ثاني لها طريقة ثانية لها عالم ثاني لكن ممتعة بعد اهم مبعد عن التمثيل بس انا احس انها صعوبة فيها طبعا لان الاداء كلها بالصوت بالصوت شون تقنع الناس شون انت توصل الدور ايوه هذا كيد فيها صعوبة بس مع صعوبتها لها متعتها ولها تعليمها صراحة الميكروفون دقيق يلقب كل شي تولى قبل الفترة ممكن تشتغل بصراحة يعني ممكن تلمست في شكلات من عندي وانا ما ادري عنها تفيدني بالتلفزيون طبقة الصوت التغيير فتفيدني وائد بالعكس الدراما الإذاعية ممتعة مسلسل عائلة عبد الحميد حافظ قلنا شوي عن ادائك للدور يعني ان الجمهور الكويتي بصراحة ينجذب لأدق التفاصيل خصوصا اذا كانت يعني المسلسلات ذات الطابع القديم والله المسلسل حضرنا لها مدة سنة كاملة يعني هي تكلم عن حقبة سنة 1994 تحديدا دور كان إنسان لا قموح كذين عجب بجارته وهذا لنها بفنية الخطوبة والزواج وهذا وتصير مواقف بين عائلتين يعني وعائلة الحميد حافظ عائلة بوتماسكة يحبون يطلعون يحبون لهم مبادئ لهم تصير مشاكل وازمات على حسب الأحداث اللي تصير الحمد لله كانت وائدة قريبة من الجمهور من التفاصيل اللي اشتغلنا عليها من ستايل حتى القصات والشعر أنا نسوي فرق كنت يعني كانت هبتها بتسعينات لبسنا حتى في طريقة الأداء نحاول تكون قريب من تسعينات كنت تابع مسلسلات مثلا أنا شخصيا تابع مسلسلات قديمة أشوف معنا في حلقة من الحلقات الفنان إبراهيم الشيخ لي وتكلم عن قصة الطاهرة ويعني شلون فازة وبالجائزة وانت أساسا موجود في هذا العمل عدد لا أنا رئيس الفرقة يعني هي الفرقة يعني انتجة العمل بما معنا أنا كنت مشارك فكلمنا عن هذا الموضوع والله بصراحة هذا من الأعمال الميزة في مسرح خليج العربي تم تحضيره لمدة سنة عمل ورشة بين الدكتور أحلام حسن والدكتور حمد الرومي والمخرج هاني الهزاء بدأ العمل يعني من فكرة وسبحان الله كل يوم كان يسوون ورشة ورشة لمن كبر العمل وإحنا عندنا لجنة فنية تم تقديم كذا عمل اختاروا هذا العمل من تمييزه في الكتابة من الأفكار الطرح المخرج من حلولي بسوية توقعين هل رح يفوز؟ والله احنا دائما كل شيء نخلي على الله احنا ما الفوز نتمنى أكيد وهذه منافسة لكن احنا نتمنى دائما نقدم عمل مميز عمل يعني يكون لا وجود في المهرجان أو يكون لابصمة يكون لابصمة المهرجان الجواز يعني هذا اجتهادات وبدأ الله سبحانه وتعالى لكن احنا كيد نسأل الجواز الحمد لله كان عندنا حس قبل المهرجان يعني قبل العرض أن العمل ماشي الطريج الصح فالحمد لله يعني أخذين الجواز حالو يعني ما يثم إذا كان مثلا نقدر نقول مزاجك في يوم من الأيام كان متعكر ومش ولا بد أطفي جهاز خيامي عندك تصوير وسلسلة أو مسرحية أطفي جهازي إن شون تطلع أطفي جهازي قبل فترة ويزعلون مني ربي يعني ويزعلون مني ربي ويزعلون مني أنا مشكلة عندي تطفي جهازك ولا تشوف الواتسابات وما ترد لا لا أطفي جهازك تعد عن التليفون ندمج بالشي يعطيه حق يعني كثير ما أقدر يعني مسلسل يعطيه حق أقراء كذا مرة نزيل بس عندك مشهد وبتصورة وإنت مزاجك متعكر لا لا مو بكيف يعاد لازم أعد المزاج على التمثيل الجمهور ما لا ذنبي يعني إذا أنا المزاج متعكر من شيء معين صح فلا لا بالتمثيل نفس العاد وإنتي ما شاء الله موتى لي يعني عارف تفصل يعني تفصل لازم تفصل لازم تدام كاميرا خلاص الجمهور ما لذنب أنت تمشي على التسلسل دور بس إذا كان متعكر والمشهد ما المتعكر تمام ينفع ينفع أيضا فلا لا أنت تفصل ما تدخل مشاعرك في الحياة في مشاعر الشخصية نفسها اللي تقدمها في المسلسل يعني إنزيل مثلا سؤال أننا نفصل على قولتك إنزيل هل أننا مثلا بالحياة العادية أو بالحياة الطبيعية أنت تحديدا هل أنت مثلا موقف معين مع الأسرة تقدر أنك تفصل وتأدي شخصية ثانية نعم وما يحس فيك المقابل تول حين بل والله تول حين الصاير تول والدي عشاء الله يحفظ الوالدي شوية تعب يعني فترة طويلة قاعدة لا يحفظ إن شاء الله يعني قاعد تقريبا 22 يوم 13 في المستشفى وقاعد تصوير المجاريح أكيد يأثر لكن كنت أروح التصوير كواليسي ما يخلق يعني بالكواليس لكن في الدور خلاص أعطي لازم الدور حقه يعني يعطي أين واصل الدور يعني في المشهد غسطي أعطي أحب أشبع يعني يفصل لازم يفصل بس سبحان الله بس تخلص المشهد ترد الذكر على طول بس لازم تفصل تطلع من العالم بدش عالم اللي يقول الغير حقيقي اللي هو الجو التمثيل والمشهد بس إحنا أنا بالنسبة لي ما أقدر أسول غير حقيقي في حياتي الطبيعية بصراحة بالحياة الطبيعية إيه ما أقدر إيه ما نقدر إيه صعب لأنه التمثيل خاص أنت تجدام أنت تحس أنه فعلا قاعد تتمثل صحيح لأنه ساعات شنو يمخذين وجهة نظر الناس أن الممثل يقدر يمثل في حياتي الطبيعية بعد يمكن يعني من كثير ما يمثل الطبيعي يصير تأثر لأن هذا مهنته فيتأثر بالحيار في تلقين إذا دش دوانية الناس لا يعرفها يمكن يعتمد على أمور معينة لكن لا يمثل على الناس تجذب عليها ولا يجاملها ولا شيء يجب أن يكون إنسان حقيقي في الحياة لأن هذا الشيء يعني يموقذ عليه يموقذ عليه يكون تقعد جامل ولا هذا مش في يعني لأ أنت لازم تكون نسان صجي بالحياة كنت طبيعي في التمثيل كذلك لأن كل دور وظيفة مهنة كل دور لحياته لدربة يعني إحنا استمتعنا وإياك ميثة وشنو نعرف في القادم والله بعد أسبوع عندي تصوير مسلسل إن شاء الله حق رمضان إن شاء الله نلحن حلو شنو أجواء هذا مسلسل أجواء إجتماعية حالات الحالات الإنسانية والله الجهة المنتجة لحي ما أعلنت بصراحة ما أعلنت يعني هي راح تعلن فترة لهاية أكيد يعني توقع خلال 30 حلقة حلو حالات اجتماعية اجتماعي كوميدي تكلم عن الحالات الداخلية مات الإنسانية متصلة أو لمفصلة لا متصلة 30 حلقة كان بدراما حلو وفيها نجوم كبار فإن شاء الله هذا الفترة وفقعت خلصت والحمد والله وفقك وياك يا رب طولي بعمرت وفيه إن شاء الله بعد أوبريت وطني بإذن الرحمن سيكون في شهر ثلاثة يعني هذه الاستعدادات في أوبريت هي المسلسل وإن شاء الله يكتب الخير ونقدم شيئين والله وفقك وياك إذا حبت تقول كلمة خيرة فضاء كاميرا معك الله طولي مش مشكورين وائد على الاستضافة وشكر تفزون الكويت يعني اللي دائما داعم الشباب وداعمنا وحريص أن يطلعنا بأفضل صورة ومشكورين ما قصرت على هالبرنامج الجميل والمميز ومشكور يا مشاعر يا هلا حياك الله وإن شاء الله نشوفت مثله مرة ثانية مرة ثانية وإن أنت فنانة والله تسمع شكرا لك أكيد متواصلين معكم مشاهدينا والحين ننتقل إلى الزميل عبد الرحمان الصائغ ونشوف شنو مجهز لنا في التقرير اللي راح نحط لكم